اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العفو والتسامح والسلام حكاية فخر وعز ومجد بدأت عندما اختار الله هذه اللغة العظيمة أن تكون لغة القرآن الكريم شرف لنا أن نكون أهلاً لهذه اللغة العظيمة التي أدهشت العقول وتفوقت في الآداب والعلوم هي هوية الفرد وهي ديثار الأمة ورمزها تعب عن تاريخنا وفكرنا وتراثنا الفرد تتكشف من خلالها خصائص وبراعة الأشياء تفسيراً وتحليلاً إنها لم ولن تتغير منذ أكثر من 1500 سنة لها قابلية